مرحبا برج الحوت اهلا فيك عزيزي برج الحوت الشريك يرى ان انت قمت باختيار خاطئ هو اخطأ؟ نعم يشوف نفس انه هو اخطأ لانه ما اتخذ موقف واضح وصريح معاك بخصوص العلاقة بخصوص الشراكة اللي بينكم ولكن في نفس الوقت انت اخطأت عن طريق كركبة الامور مادر احسك انما انت ما كنت وابح معاه في نواياك حتى في اسلوبك في توجهك ما كنت واضح ابدا فكركبت الموضوع زيادة هو يرى ان انتو الاثنين ساهمتوا في الانفصال في الانفصال مع بعض ولكن في نفس الوقت قاعد يحاول انه شا اقول لك قاعد يحاول انه يتخطى هاي الجرح او يتخطى هاي الالم اللي بينك وبينه وينظر الى الجانب الايجابي من الموضوع هو يرى انه فيه امكانية للرجوع في المستقبل يراك شخص نعم كاحتمال انه يرجع لك في المستقبل ويكون بينكم مثل التواصل الرسائل يعني رح يبتدي بشي بسيط ولكن هو بانتظار هاي العتمة الغيمة الضباب الوقت المكركب اللي بينكم بانتهاء انه ينتهي خصوصا اذا كان فيه تدخل من الاهل او الاهل مثلا سببوا بتفاقم الموضوع او ينتظر ان هاي الموضوع يعدي على خير وتمرون ثم فيه مرحلة هدوء هدوء تام الرجل المعلق عندنا هنا اوكي ومن ثم رح يكون مستعد انه يبتدي معاك من الصفر عندنا كرت المشاغب يراك ايضا انه انت اللي افتعلت المشاكل انت اللي افتعلت خلنا نقول انت سبب الاساسي للمشكلة اللي صارت بينكم الانفصال ولكن هو ايضا ساهم مزين فرح يحاول انه في المستقبل ان شاء الله يبتدي معاك شي جديد لان ايش هو يراك ان انت تستحق فرصة ثانية احس ان الظروف وتدخلات الاهل تدخلات الاخرين الظروف كانت المحيطة بكم ما تشجع على ان يتم الارتباط او يستمر الارتباط فكأنه هنا يراك كشخص يريد ان يبحث معاه في فرصة ثانية وثالثة ما يريد انه يوقف الموضوع عن شري ويستسلم اللي بعد ما هي خطوة القادمة عزيزي برج الحود شريكك او الشخص اللي منفصل عنه في الفترة القادمة رح يحاول انه يغير محيطة بشكل كامل كأنه هو يرى انه كأنه هنا ايضا بينكم اختلاف في العوائل في القبائل اختلاف في طريقة التربية في البيئة ممكن حتى في الدولة في المذهب في اختلاف مهم هني موجود رح يحاول انه يتقرب من بيئتك انت لان كأنه ما هني شايفه الاختلاف في البيئة وتدخل الاهل سبب تفاقم الموضوع بينكم في الفترة القادمة رح يحاول ان يغير في السيستم كامل في النظام اللي هو يتبعه مثلا اذا كان من قبيلة معينة او عائلة تتصرف بطريقة معينة رح يحاول ان يختلط باشخاص هم اقرب لبيئتك عشان يرى الامور من منظور مختلف يرى الامور اشلون لو انا شفت الامور من منظور او حطيت نفسي مكان برج الحوت شلو كنت رح اتصرف لو انا وضعت في نفس الموقف هو محتاج انه يفهم هاي النقطة اولا وهي اللي رح يسوي ان شاء الله في المستقبل ايضا رح يحاول التحرر التحرر من القيود المفروضة عليه بسبب ان ثمينكم كل واحد موجود في بلد امور مختصة بالهجرة امور مختصة بالموافقة الاهل امور مقيدة الارتباط مرة ثانية او الرجوع مرة ثانية رح يحاول انه يتحرر منها وايضا احتمال ان عرضه يكون رجوعه يكون فيه عرض مادي او شيء عملي يعني يظهر الحب مرة ثانية في الرجوع ولكن بشكل مادي بشكل عملي بشكل ملموس مو بشكل مشاعر والتعبير عنها واخرا وليس اخيرا كوب الحب كوب الحب هنا الكوب الصافي رح يحاول ايضا انه شا يقولك يهتم فيك اكثر من السابق هو يحس بخطأ يحس انه كان مقصر في جانب معين كان فيه تقصير ايضا من جانبه هذه خطوات القادمة ولكن هذه كلها امور لحد الان ما صار الترى في حياتي يحاول يعمل عليها في هاي الفترة يحاول يكتشف عندنا السيف الصغير يحاول يكتشف شن الموضوع ما هو الانفصال ما هو الالم اللي انا سببته او اللي محيط سببه لبرج الحوت من وجهة نظرك انت رح يحاول مثل ما قلتلك ان يجمع المعلومات يكتشف ايضا يكتشف اذا فيه عوائق امور قانونية امور تبع الهجرة امور تبع مثلا عدم موافقة على زواجكم من جهة معينة جهة رسمية رح يحاول ان يبتدي يبحث ويحل هاي الموضوع واخر شيء ما الذي يخفيه الحبيب ما الذي يخفيه الحبيب ست الخماسيات سبع الخماسيات الغصن الصغير الخماسي افارس الارض الموت كرت برج العقرب احتمال كبير انك تتعامل مع برج ترابي عندنا هني ثور جدي وايضا العدراء انزيل او برج مائي مثلك ولكن يجب ان تتأكد من نقطة واحدة يا برج الحود ان هذا الشخص كأنما اشوفه لعب بذيلة خلى خياراته مفتوحة اثناء العلاقة اثناء ما انت كنت موجود في حياته خلى خياراته مفتوحة كان دائما مشغول عنك بسفرات بطلعات خروج مع الاصحاب عزائم دائما كثير الخروج حتى مخلي خياراته مفتوحة للعلاقات مثلا او للطرف الثالث احتمال موجود هذا الشي لان دائما ستة الخماسيات الشخص يعطي العطاء لشخصين ويكون فيه لشخص واحد فهني كأنما هو يعرف انه اخطأ وقصر وبسبب خطأه بسبب اتباع الاسلوب معين اسلوب حياة معين ما كان يهتم فيك كفاية كان اهتمامه دائما خارج المنزل خارج العلاقة هو اللي خسر هاي العلاقة يعرف ان هذا هو خطأ اوكي هو يعرف ولكن مرح يعترف لك فهذا الشي اللي قاعد يخفي وايضا رسائل العشق احتمال انك وجدت رسائل عشق رسائل غرام رسائل غزل بينه وبين شخص ثاني واجهته انكر بينه وبين نفسه هو عارف ان هذا هو سبب اساسي لانهضام العلاقة او الثقة بينكم ولكن يحاول ان يرجع عندنا فارس الارض يحاول ان يرجع في المستقبل ولكن بعد ان يغير نفسه لان الموضوع ما يبيل مجرد ان يرجع في حياتك هو مستوعب الموضوع ما يبيل فقط ان يرجع ويعتذر لازم يستطيع ان يغير اسلوب حياته عندنا كارت الموت كارت الموت هو كارت التحول كان في اسلوب قديم يتبع وهو اعزب او وهي عزباء لحد الان استمر واستمر اثناء العلاقة او الزواج وساهم في انهدام العش اللي بينكم او الشراكة اللي بينكم بالاضافة الى وجود عندك شخص يحب يخلي خياراته مفتوحة عينه زائغة او دائما عنده مراسلات مع اطراف ثالثة خلي نقول اللي قاعد يخبينا يعرف ان هذا هو غلطة ولكن عملية التغيير ما رح تكون سهلة بالنسبة له عملية موت الاشياء القديمة وخروجه جديد باسلوبه جديد لانه عندنا فارس الارض وهو الفارس البطيء تحول بسيط شيء سيشهد الشريك في الفترات القادمة ثم رح ترى النتائج بين يوم الالي رح تأخذ وقتها اللي بعدها قراءة العزاب ومن القادم في طريقه ما هي مواصفاته واطبعه كرت العدالة برج الميزان الشمس كرت برج الاسد احتمال ان الشخص يشتغل او يعمل في الجهاز القانوني في الدولة او عنده قضية لحد الان ينتظر ان يصدر الحكم فيها الكوب الاول ولكن ما راح يصدر حكم اشوف هني كأنما راح يكون اما تنازل واما صلح الفارس البطيء والمأذون مرة اخرى عزيزي برج الحوث كأنما هني الشخص اللي قادم في طريقك عنده لحد الان امور معلقة مثل ما قلت لك في الجهاز القانوني في الدولة ينتظر الحكم ينتظر الفرج عندنا الشمس وهي النجاح ووضوح الامور عشان يستطيع ان يعرض عليك الخماسي خاتم الخطوبة الزواج الارتباط العلاقة لحد الان في انتظار في فترة انتظار كأنما هو شخص راح يدخل حياتك ولكن ما راح على طول يعرض عليك كوب الحب او الخماسي لانا قلت لك اول ما يدخل حياتك راح يكون في عنده هو او حتى انت يا برج الحوث امور متعلقة هني اشوفها كأنما شراكة شراكة بزنس فشلت اه اتهام اتهام بخرقة لمثلا لقانون تجاري معين اشياء تجارية اكثر من كونها مثلا محكمة حظامة اطفال او شيء ما شابه شخص سنه مش كبير احتمال انه في سنك انت يا برج الحوث او اكبر منك فقط بسنة سنتين ثلاث انزين شخص ما يختار صعب انه يختار احتمال عشان تدي قتلك برج الميزان صعب انه يختار دائما متردد يفكر مليون مرة ويسأل ايضا مليون مرة قبل ما ان يختار وعندما يختار كان ما يختار خطأ عشان تدي موضوعه وصل اصلا الى النظام القضائي ناخد بعين الاعتبار وضع الحالي ما يملك الكثير من الاموال يعني عنده شوف انت تعامل او رح يأتيك هذا الشخص الدخل ماله عالي الدخل ماله عالي يعني يطلع اموال جيدة من بزنسه من تجارته من عمله ولكن طريقة صرفه لهذه الاموال طريقة تدبيره جدا سيئة انه دائما ينتهي اما ما عنده الكثير اما فقير اما محتاج وعنده دائما مخالفات متأخرات لم يدفعها اشخاص يطالبون بالاموال في النظام القضائي اوكي ولكن احني عندنا المأذون يأتي من اسرة متدينة اسرتها متدينة اختلاف ان بيئتها ايضا احتمال بيئتها مختلفة عن بيئتك انت مش شديد التدين كما هذا الشخص هذا الشخص هو شخصيا ليس متدين ولكن اسرته متدينة محافظة غير انه متردد رح يأخذ رأيهم طبعا قبل الارتباط قبل ان يعرض عليك كوبة رح اقول لك شيء اهني اهو رح يعرض عليك الحب العلاقة نفسها الوجودة في حياتك نعم الماء موجود ولكن الخماسي مو في يدك انما الخماسي لان هذا شخص متردد مو واثق مو ناضج فارس لحد الان لم يصل الى مرحلة الملك احتمال انت لتحصل على الخماسي احتمال شخص ثاني شخص يرشحون للأهل يختارون الأهل انت تعامل مع شخص متردد مو صاحب قرار مو صاحب اختيار الخماسي لحد الان في يده يده بما معنى يد أهله ايضا وراء أهله وراء ناس ما يسمحون لان يرتبط على كيفه وعلى راحته اوكي ولكن الحب رح يكون موجود خلا نشوف كيف تتعامل مع هذا الشخص الخماسيين الامبراطور المزيد من الطاقة النارية احتمال النبولجة سيكون ناري او ترابي سبعة السيوف عجلة الحال الكوبين مع هذا الشخص مرح هذا شخص جيد اوكي ولكن مرح تقدر تحصل على مرادك اذا اتبعت الطريق الواضح طريق الشمس الطريق الواضح لا تسلك معه لانه هو اصلا متردد الدائما لازم تكون في طاقة التأرجح طاقة التأرجح بما معنى ان انا مش جاد مئة بالمئة انا مش متأكد منك لما تقول انا مش متأكد منك اهو عنده فارس التغيير الفرسان هما تبع التغيير رح يحاول رح يكون كأنما بمثابة السفزاز يحاول ان يثبت نفسه لك اوكي اهني الامبراطور وجنبه سبعة السيوف ايضا يقول لك اذا تريد ان تحصل على مرادك من هذا الشخص او هاي العلاقة اذا عجبك هذا الشخص عليك ان تضع حدود تضع حدود وتكون عنيد بشأن مطالبك عنيد اهني يقول لك لازم تقوي قلبك عندك كارت برج الاسد تحت الامبراطور طاقة نارية لازم تقوي قلبك ما تخاف ما تتنازل مو اذا الامور ما مشت بطريقة معينة تقول اوكي رح نتبع طريقة اخرى مثلا لان اهلك ما وافقوا ابدا 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 الكارت هنا واضح لا تتنازل لا تتنازل لما يعرض عليك حبه والعلاقة مو على طول قتلك طاقة تأرجح مو على طول تأخذ منه الحب والعلاقة وخلاص تعتبر ان انتو ارتبطوا لا اهني يعطيك حبه اعطى تساؤلات اعطى غموظ لا يحس انه هو ملكك في العلاقة لا يحس انه خلاص صرت ملكه وصار في حياتك لا محتاج دائما طاقة الابتعاد هو لازم يحس بعدم التأكد ان انت مراح دائما تكون موجود في حياته او عندك طاقة احتمال الرحيل 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 اذا ما مشت الامور بشكل جيد هذا النصيحة هي مو لأول فترة من علاقتكم هذه لي فترة ما قبل الارتباط ما قبل الزواج لحد الان ما صار زواج نريد ان نحصل على زواج اوكي وتنتظر الفرصة المناسبة الوقت المناسب كأنما هني رح تأتيك انت فرطة مناسبة هذا الشخص هذا الفارس في لحظة معينة رح يصير جاهز ولكن عندك ساعة ما رح يكون جاهز طول الوقت لازم انت تحين الفرصة تكون تلاحظة تكون عندك طاقة الغموض الخفاء تلاحظة متى يكون جاهز مستعد عشان الارتباط عشان تلعب كرت الزواج الارتباط الحب لا يعني الزواج الحب لا يعني ان انت رح تقدم لي شيء ملموس عملي ثابت هاي النوع من الطاقة عندك عشان تحصل على مرادك انا اشوفك اذا حصلت اذا كنت في هاي الزواج انزين رح تكون مرتاح لا تتأل لي ليش احس ان المادة بتكون موجودة الاهل موجودين والاهل ايضا يساعدونك كثيرا يساعدونك ويساعدونه المادة الراحة الشريك او الحبيب مساعدة الاهل اهني مقتلك متدينين او متعصغين رح يكونون بالعكس بعد الزواج دائما يحاولون ان يساعدونكم يشيدون عنكم المسؤولية ولكن طريقة حصولك على هذا الشخص او هاي الشراكة يجب ان يكون فيها شوي نوع من الخفاء الدهاء الذكاء الاجتماعي اوكي اللي بعدها قراءة المرتبطين طبعا المرتبطين ممكن يكونون مرتبطين بعلاقة خطوبة او حتى زواج اول سؤال كيف يراك الشريك اثناء هذه الفترة تيوف برج الحوت شريكك وعدك بشي وعدك بشي احتمالك ان انتم تحصلون على منزل جديد تسافرون لدولة جديدة تذهبون لإكمال التعليم في دولة أخرى وعدك بشي مهم وعملي ان يسمحلك مثلا تحصل على وظيفة شريكك احتمال يكون من البرج الناري في أبراج النارية زين ولكن هو وعدك بوعد وجدا في الفترة الحالية او القادمة خائف انذكر تسعة السيو في القلق خائف من ردة فعلك لأنه ادرك ان موضوع وعدك فيه ليس في يده مو في يده الموافقة لحد الآن هو قاعد يحاول الموافقة لحد الآن لم تظهر زين هو خائف من ردة فعلك يراك ان انت كأنما رح تكمل معاه او بدونه خصوصا اذا كان موضوع في سفر او تعليم او بيزنس او يخاف ان انت تركه وحيدا وتكمل بدونه مو شرط ان تتركه يعني الانفصال بس تكمل خطة معينة انت اتفقت عليها مع بعض وتكملها بروحك يراك انت مستعد وقاوي اكثر منه انت اللي عندك الطاقة النارية انت اللي شجاع لمواجهة البداية الجديدة اكثر منه هو لحد الآن مش واثق لحد الآن يعيش من صراع داخلي بسبب النقلة اللي انتو راح تنتقلونها لمنزل جديد لمحافظة جديدة دولة جديدة في انتقال في الوظيفة حتى في التعليم في انتقال هو يراك ان انت مستعد واقوى منه واشجع منه لاتخاذك هاي الخطوة وهو لحد الآن يعيش في حيرة وممكن ايضا تكون معك وساعكسها بما يناسب جانبك من قراءة اللي بعد ما هي نقاط قوتك في العلاقة اربع الاخصان من نقاط قوتك اللي راح فيك الشركة ان انت تستطيع المحافظة على توازنك وشراكاتك وعلاقاتك داخل المنزل في العمل او البزنس اللي عندكم وايضا في العلاقة خارج المنزل وايضا داخل العلاقة نفسها تستطيع كأنما ان تحافظ على كل التوازن وتتحول بسهولة في تركيزك من مثلا اركز على نفسي الى اركز على اهالي او على شريكي من نقاط قوتك ان انت سريع التحول في العلاقة تستطيع ان تحافظ على بهل امانيتك او توازنك في اصعب الظروف من نقاط قوتك غير على العزيمة الحديدية اللي يراها فيك الشريك اخر شيء الغصنين شريك مخلص من نقاط قوتك ان انت شريك مخلص لا تخذل شريكك ما تتركه يواجه المصاعب وحيدا وهو يعرف ايضا شريكك هاي الشيء وعزيمتك قوية يعني شو بسبب عزيمتك انت كأنما عندك ثلاث رغبات ثلاث ابناء ثلاث اهتمامات كبيرة في الحياة واحد على الدراسة الثاني على الاهل والاصدقاء الثالث على الحبيبة والشريك الابناء ايضا الكثير من المسئوليات الاهتمامات اللي قاعدة تلعب في نفس الوقت انت جدا احتمل انك تتعامل مع برج عقرب ولكن مشرط ممكن ايضا يكون برج ناري انت جدا شاطر انت انتقل من مسئولية الى مسئولية من دون كأنما هني تقفز قفزات بهلواني تقفز مع المحافظة على توازنك هذه من نقاط خوتك والشريك ايضا معجب فيها معجب بعزيمتك الحديدية ليش قاعدة اقول لك انت هنا اشجع من شريكك كأنما انت قلت له يوم من الايام اذا جمعنا المبلغ المعين اذا حصلنا على الموافقة اذا صار كذا كذا راح نسوي كذا كذا انت فعلا قاعد انت متوجه نحو اللي قلت يوم من الايام انك راح تسوي انت على الطريق الصحيح شريكك متخبط عنده خوف عنده قلق قاعدة تركز على التفاصيل او المشاكل الصغيرة عشان ما يركز على النظرة العامة والاهداف الكبيرة اللي وضعتها مع بعض وعدتوا بعض بشيء تنتقلون مثلا من المنزل تشترون منزل جديد خلال ثلاث سنوات منزل ملك ملك يعني عندكم هاي النوع من الطاقة في شراكتكم اللي بعد خمسة السيوف لا تدخل في تنافس مع الشريك ولا تقارن تطوراتك ونجاحاتك مع نجاحة لازم تدرك تشرك في أمرك تعتبر ان نجاحك هو نجاحة بسبب دعمه بسبب وجوده على الاقل في حياتك انت عندك الدافع والحافظ ان تعمل وتنجز يا برج الحود تجاه أحلامك لا تدخل معاه في طاقة المقارنة في طاقة انا افضل منك انا اشجع منك اوكي ولا تتركها ايضا وحيدا يتعامل معا هاي المشاعر السلبية او خوفة وقلقة من دون ان تحاول على الاقل انك تساعدها كرت الشيطان كرت الشيطان الاوهام الافكار السلبية اللي داخلنا المخاوف تقريبا مثل التسع سيوف اللي عندنا هنا لازم تكون معا انت ضد معركة الانتصار على المخاوف ثلاث الاكواب ثلاث الاكواب هي طاقة اكضا الكلام التشجيعي الكلام التشجيعي طاقة الطعم طاقة اللي انا رح اعزمك على العشاء او رح اسوي مثلا او رح اسوي او رح اسوي او رح اسوي كلام كلامك لازم يكون لولاك انت ما قدر تسوي لولاك انت جم ما وصلت هاي النوع من الطاقة او رح اسوي او رح اسوي بسيط ولكن او رح اسوي او رح اسوي او رح اسوي